الكلب ظهر فوق الهرم الأكبر فوق الأهرامات الكلب ده عمل ترويج وعمل سياحة لمصر ودعاية للسياحة في مصر بشكل يعني وصل لكل حتة في العالم والعالم كله تكلم عنه الموضوع ظهر ازاي؟ الموضوع ظهر انه أحد السقحين كان بيعمل سكاي دايف أو بينط من الطيارة فوق صفح الأهرامات يعني بينط من الطيارة وبعدين بيفرد البراشات وبعدين بينزل على الأرض الكلام ده بيكون فوق الأهرامات وهو نازل وبيتصور شاف منظر في حاجة بتتحرك فوق الهرم الأكبر زي ما شايفين قدامنا على الشاشة فيعني عمل زوم أو ركز شوية وفود المصور الفيديو دا والأمر يعني في الآخر زي مواضح كده انه كان فيه كلب كان على سفح الأهرامات يعني هو وصل لأعلى نقطة في الهرم فطبعا صاحب الفيديو دا نشر الفيديو وتكلم عن يعني كان بيدحك حتى في الفيديو بيقول أنا مش عارف الكلب دا إزاي طلع ولكن الموقف يعني كان لطيف وطريف والسينان تكلمت عنه والصحف العالمية تكلمت عنها انه يعني حتى قالوا فيه كلب تسبب فيه أو يعني كلب بقى أشهر كلب دلوقتي انه هو عمل ترويج للسياحة في مصر فيه فيعني حتى صحيفة واشنطن بوست كتبت عن الموضوع دا لأنه هو حصل من الأسبوع اللي فات ولكن من ساعتها منتشر جدا على السوشيال ميديا وتقريبا الفيديو اللي حضراتكم شايفينه على الشاشة دا جاب حوالي مليون مشاهدة لحد دلوقتي ولسه المشاهدات بتزيد فزي ما قلت لحضراتكم الكلب تسبب فيه ترويج أو دعاية للسياحة في مصر ممكن البعض ينتقد الموضوع دا ويقول يعني طب إيه اللي طلع الكلب فوق الهرم وإزاي يدخل ولكن الشخص اللي صور هو صوره بطريقة لطيفة وطريقة بتقول أنه يعني خدناها في حتة أنه هو ترويج فعلا للسياحة ففوست ما حد بينتقد فيه ناس بتقول يعني أن المشهد دا تسبب فيه روايج سياحي كبير وهو فعلا تسبب في روايج سياحي كبير لأن العالم كل دلوقتي بيتكلم عن الفيديو دا لكن الكلب إزاي قدر يطلع فوق الهرم لحد يعني صفح الهرم إحنا زي ما إحنا شايفين على الشاشة أنا الحقيقة معرفش والحقيقة أنه هو كمان نزل بكل سهولة يعني كان فيه فيديو كمان وهو بينزل من الهرم فكان بينزل بكل سهولة